مظاهر مقتضبة من حملة انتخابية تعرف حالة غير مسبقة من الاستقطاب السياسي هذا هو الوضع في الرباط وفي عدد من المدن الكبرى التي يبدو أن الزعماء هجروها لكون مقاعدها في البرلمان باتت محسومة وراحوا يخطبون ودى الناخبين في الأرياف الأخ الأمي العام الحزب عدلة والتنمية أضطر المهرجانات في كل يوم وهذه المهرجانات لقيت إقبالاً جماهيرياً مشهوداً غير مسبق كما رهنت الأحزاب على الإعلام الرقمي للتواصل مع الناخبين ولكن ملاحظة الأهم أن أغلبية الأحزاب لجأت إلى الإعلام الجديد الصحافة الإلكترونية وموقع التواصل الاجتماعي بالأساس من أجل تواصل مع فئات عارضة من الشعب المغربي ظل المشهد السياسي المغربي يعرف حالة من التشنج في السنوات الأخيرة بسبب الحرب المعلنة بين حزب العدلة والتنمية من جهة وجهات يكشف عنها تارة ويشار إليها بتعبيرات معينة في أحيان أخرى وتطور الصراع بين المعسكرين وبلغ ذروته في مسيرة قيل إنها ضد أخوانة الدولة لم يعرف إلى الآن منظمها ولا حديث في الأروقة السياسية هنا إلا عن سيناريوهين لا ثالثة لهم بفوز أحد الغريمين السياسيين لكن ثم تمخاوف من مرحلة ما بعد الإعلان عن النتائج دستور المغربي لسنة 2011 لم يضع خيارات في حالة فشل الحزب المتصدر للانتخابات في تشكيل تحالف وظل ساكتا على هذه الواقع المحتملة بن كيران استبقى الأمر وحاول أن يحدد أن الخيار الأنسب لأي حزب فشل في تشكيل حكومته والرجوع لانتخابات صابقة لأوانها كثيرون يرون بأن أداء باقي الأحزاب السياسية في الحملة كان باهتا وتقليديا باستثناء ظاهرة فيدرالية اليسار الموحد التي شدت إليها الاهتمام رفاق اليسار المتحدون تمكنوا من جمع نخاب من المثقفين والأدباء والناشطين حولهم وطرحوا أنفسهم طريقا ثالثا سيكون المشهد السياسي بعد السابع من أكتوبر أمام امتحان إثبات الاستثناء المغربي وسيكون أمام الحكومة المقبلة أوراش اقتصادية واجتماعية وسياسية لعل من بينها إعادة فئة الشباب للعملية السياسية فؤاد البهجة التلفزيون العربي